بسم الله الرحمن الرحيم أماتوا فما هذا الإله وهل أوضاه ما نالوه منه فبشرهم إذا نالوا يرضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهد قواه وهل مغي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما فواتحت التراب وقض علىه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت القشبات حملا إله الحق شد على قفاه وكيف دنى الحديد إليه حتى يخالقه ويلحكه أداه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحي له رب سواه ويا عجبا لقبل ضم ربا وأعجب منه بطل قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا ذنذاك هل هذا إله تعالى الله عن إذك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليم لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب العله عليه كوها وقد شدته تسمير يداه فذاك المركب الملون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يغال عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عذاه فإن عظمته من أجل أنقذ حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليم فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتغاه شكرا ترجمة نانسي قنقر الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد